بعد 24 ساعة عاشت فيها روسيا كبوسا لم تتوقعه مع تسارع وتيرة الأحداث التي كان بطلها قائد مجموعة فاغنر عادت الأمور إلى طبعاتها أو هكذا بدى الوضع مع إعلان المجموعة العسكرية إنهاء تمردها والعودة إلى مواقع تمركزها فيما يطفو على السطح قد يخفي الكثير من التفاصيل في الكواليس تجنب إراقة الدماء كان السبب وراء خطوة التراجع من جانبي فيجني بريجوجين قائد مجموعة فاغنر المعروف بطباخ بوتين الذي سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها أليكزاندر لوكاشانكو الذي تربطه معرفة شخصية ببريجوجين منذ عشرين عاما لإنهاء تمرد المسلح أما عناصر المجموعة العسكرية فرغم تعهد بوتين في وقت سابق بمعاقبة كل من شاركوا في التمرد فإنهم لن يتعرضوا لأي إجراء تقديرا لهم عما قدموه من خدمات لروسيا في السابق بحسب الكريملين وبالنسبة للمقاتلين الذين لم يشاركوا في هذا التحرك غير المسبوق فسوف يوقعون عقودا مع وزارة الدفاع الروسية التي تسعى لوضع جميع القوات المتطوعة المستقلة تحت سيطرتها بحلول الأول من يوليو هي ضمانات أمنية والبعض يراها تنازلات قدمتها الرئاسة الروسي لقائد مجموعة فاغنر ومقاتليه في محاولة لإخماد ما بدى كأول تحدي خطير لحكم بوتين المستمر منذ 23 عاما لسيما وأن أرتالا عسكرية تابعة للمجموعة كانت قد قطعت بالفعل معظم طريق إلى العاصمة موسكو بعد استلائهم على مدينة رستوف التي تمثل المركز الرئيسي للإمداد والتموين لقوات الغزو الروسي لأوكرانيا انتهى التمرد المسلح إذن وعادت قوات فاغنر أدراجها بعد محاولة انقلاب ربما لكن ما بات في شبه المؤكد أن نيران ما كان يوما حليفا مقربا لبوتين لم تعود صديقة له